العزيز محمد البازل وبعدين حاني بنكمل مع كابتن شريف وكابتن عشان هو مش عارف فيبجأ على ايه. طب قوله انت كنت عايزه ليه? عشان بيقولك انشاء الله. طي نرحب البازل الاول. نورنا بازل مبروك لنادي الاهل. مبروك مساء الخير يا كباتن. مبروك طبعا. النهاردة في حاجات يجي باية كتير جدا. اربعة صفر. كلنا بنقول مع حضرتك كابتن ايمن قبل المباراة. عزين بقى نخرج من عباية اتنين واحد اتنين واحد اللي اتقرارت كتير. ونرجع بقى لسلسيات وربعيات الكولر يعني. السنة توقعناها قبل المباراة. اه طبع. يعني انا احنا بنتكلم على فريق الطلاقع. فريق عنده مشاكل كبيرة جدا في النواحي الهجومية وحتى الدفاعية. معدلات التهديف من يعني من اقل الفرق. مقرنتا بعدد المباراة اللي لعبها. استقبالوا الاهداف. واحنا كنا بنتكلم قبل المباراة. كابتن هو من الفرق اللي هي بالمينس. يعني احنا يعني فيه سبع تمن فرق. مينس ثلاثة. مزبوط. مينس ثلاثة. النهاردة خلاص بقى مينس ثلاثة. دخل فيه تلاتين واحرص ثلاثة عشرين. مزبوط. من سبع عشرين نهاردة ثمانية عشرين مباراة. فبالتالي كمعدلات فريق الفريق بيقول او الارقام بتقول بجانب التحليل الفني ان لأ النهاردة الاهلي لسكور اربعة صف. قد يعني اه الاهلي عنده فرص اكتر ان هو يحرز اكتر من اربعة. وده نستعرضه مع بعض بالارقام يا كابتن ايمن والكباتن برضو. انا عايز اقول لحضرتك ان النهاردة احنا عندنا يعني النهاردة النتيجة باربعة وربعيات كولر هذا الموسم دي السادسة. كنا بنتكلم السلسيات خلاص دخلنا في الربعيات يعني. يعني ست مباريات هذا الموسم بنتيجة اربعة لمارسل كولر مع النادي الاهلي فده برضو حاجة ايجابية يعني. النهاردة الاربع صفر الاستحواز انتهت المباراة بسبعين في المال الاهلي تلاتين في المال للطلاع. تزديدات بقى كابتن النهاردة رقم يعني كبير جدا. يعني احنا دائما متعودين الاهلي يعني اقصى رقم وصلنا له خمستاشر ستاشر تزديد. النهاردة بنتكلم في تلاتة وعشرين تزديدة منهم عشر تزديدات على التلات خشباء المرمو. من التلاتة وعشرين تزديدة كابتن فيه سبع تزديدات من خارج منطقة الجزاء. وده رقم برضو فيه يعني ملفت بان هو فيه تطور وفيه طبعا اتجاه للحلول اللي هي تزديدات من خارج منطقة الجزاء. لان احنا كنا بنتكلم مع حضرتك قبل المباراة ان النادي الاهلي احرص ست اهداف من طبعا اللي النهاردة بنتكلم في تمانية وربعين هدف. فيه ست اهداف من داخل منطقة الجزاء. من من واقع كان قبل المباراة مية وتسعة تزديدة. النهاردة بنتكلم عدد تزديدات غزير جدا. عشر او ثلاث خشبات. طلع الجيش عنده تمن تزديدات اتنين فقط على المرمع وعلى الثلاث خشبات. الـ XG عند طلع الجيش قد يصل يعني هدف ونص او يعني قد يصل لهدفين. تخيل من واقع التزديدات. لانها لا بتشكلش خطورة كبيرة جدا ولكن كان ممكن يصل لهدا. اما النادي الاهلي كان يصل لسابعة. داخل فيها راكلة الجزاء. داخل فيها راكلة الجزاء. لان راكلة الجزاء كـ XG بتاعها اصلا بيعد جول. فبالتالي سكور بتاعها او الويت بتاع ضربة جزاء عالي. نزر. فبالتالي هو وصل للشكل احنا شايفينه من الـ XG النهاردة لطلع الجيش. على الناحية تنى النادي الاهلي طبعا كان ممكن يصل لسبع اهداف. لان احنا بعد كده هنشوف الفرص. النهاردة كان عندنا فرص ستاشر فرص. منهم خمس فرص محققين. وده رقم كبير النهاردة يعني الارقام بتاعة المباراة النهاردة. من ناحية الهجومية لنادي الاهلي. في صناعة الفرص والتزديدات والمحاولات على المرمى. ارقام كبيرة جدا. ارقام كلها ايجابية. الناحية تنى طلع الجيش يعني وصل لستة. كان منهم عندهم الفرصة وحيدة المحقق. التمريرات الصحيحة عندهم رقم قليل جدا مية سبعة واربعين تمريرة صحيح. من اجمال يا كابتن يعني يعني ميتين وخمسين وستين. كم كم تمريرة? من اصل كم تمريرة? من اصل يعني لا وصلوش تلتمائة تمريرة. يعني انا اتكلم النهاردة. مية سبعة واربعين فقط صحيحة وحتى الدقة تلاتة وسبعين في الميه. اده اللي كنا بنتكلم عليه قبل المباراة. يعني هو من الفرة من اقال الفرق في التمريرات وفي الاستحواز. يعني اه فبالتالي نعكس النهاردة. ان المتخيلين النهاردة مية سبعة واربعين تمريرة صحيحة. النادي الاهلي خمسمية واثنىاشر تمريرة صحيحة. دقة بتاعتهم 89% لا وكمان في حاجة المكان اللي فيه تمريرات الصحية في الملعب يعني احنا هنرد التمريرات كتفين تمريرات طبعا فيها تمريرات كسيرة لخطوط تمريرات في التلت الأخير والتمريرات طبعا في أماكن كريتيكل في أرضية الملعب علشان نوضح أكتر نادي الأهلي 512 تمريرة صحيحة نتكلم 146 تمريرة في التلت الأخير منهم 111 تمريرة بشكل صحيح بدقة طبعا 76% لنادي الأهلي ناحية تمريرات يعني وليلة جدا عند طلاع الجيش حتى لان هم وصلوا في التلت الأخير عند نادي الأهلي بتمريرات وليلة جدا 56% تمريرة ولكن لا تشكل خطورة دكتهم حتى 61% عاد سألك سؤالة بات احنا هنا الفرص 16 و 6 الجيش انت وصلت لخمس عندك خمس فرص محققة من 16 مزبوط صح؟ صح يعني احنا كان عندنا 16 نسبة التهديد بتاعتنا أربعة أهداف صح؟ يبقى النسبة المقاوية تبقى بتاعتها كام مثلا احنا من 16 فرصة بشكل يعني 35-40% لا بس رحظة واحدة الباز بيقولك منهم خمس فرص محققة يعني معه دي بقى اللي أنا عاوز تسألك عليه انت بتتكلم على 35% نسبة مقاوية لو حسبتها الخمسة المحققين دولي هم دخلوا أهداف ولا في فرص أعلى من الأهداف مثلا الهدف بتعمر السلية يعني هدف عمر السلية فرصته أقل من البنالتي مزبوط عشان كده بتتعكس على طول في الـ XG ولا هم عشان الأربع أهداف الفرص المحققة الأربع أهداف والبنالتي معهم الخامس هو البنالتي مش محسوب ان هو فرصة ولكن هو بيعلي الويت بتاعك كـ XG ان انت كتصل فيها الهدف متوقع ونسبته عالي أصده الخمس فرص محققة دولي أحراس منهم أربع أهداف مزبوط بس كده يعني منهم الأربع أهداف تمام طيب بعد كده الفرصة الخامسة تتحسب إزاي من سهلتها ولا يعني انت ممكن تحسبها إزاي طيب الخاص بالفرصة لأنك انت عندك 16 فرصة بشكل عام فرص انت وصلت بيها لمرمى الخصب بعدد تمريرات مفتاحية كثير فانت وصلت بيها ولكن مش كل الفرص دي تترجم أهداف الفرصة اللي هي ما حسبتش كسكور ده وتمت ترجمتها الهدف الفرصة دي القواليتي بتاعها إن هي نسبة توقعك من الفرصة يعني 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 مثلا فرصة طاهر لأنه كان في مواضيع دي الخمسة والأربع فرص تم إحرازهم أهداف بزرحة وليه ودربة الجزاء كمان يعني فرصة محققة أنت بتقول سبعين في المئة لأ تمانين سبعين في المئة كنسبة علمية هدف متوقع اه طبعا لأنه بتخطط سبعين في المئة لأنت متوقع أن أنت بنسبة كبيرة أن أنت تحرز هدف ايه بس لو شلت البنالتي وبنتكلم عن الخمس فرص إن دي الهدف يعني بتكلم عن تمانين في المئة أنت دير تستغلل الفرص مظبوط لأنك أنت من واقع الفرص المحققة أحرصت أربعة من خمسة بالظبط والخمسة اللي ضعت لما تيجي تقسم اه مظبوط بالظبط جدا افهم يعني ده بالنسبة للفرص كمان أنت الفرص ديت لو بنترجم على التمريرات المفتاحية أصلا منها أنت بالأهل بيوصل لعشر تمريرات مفتاحية بالمباراة وده من أعلى الأرقام التمريرات المفتاحية كمان الفرص اللي هي ما تترجمتش هدف اللي ما بايتش تمريرها حاسمة حسست لكن ما جاش هدف مظبوط فبالتالي الأهل النهاردة كمان في مباراة طلع الجيش الشكل الهجومي بالأرقام لا يعني كان فيه فرص وتزديدات غزيرة تمريرات عالية جدا حتى الدقة كابتن نايمان دائما لو تلاحظ في المباراة السابقة دقة الناد الأهلي في التمريرات 82% 83% النهاردة 89% الرابط من 90% مظبوط فده معناها أن المس باص النهاردة عن الناد الأهلي مش كتير فدقة تمريرات كانت ممتازة وكمان كانت في التالت الأخير تحضر لنا كده الأهل جاب الأهدف بتاعته اللي جابها كلها يعني عددها 48 هدف اه 48 هدف احنا قبل المباراة كان فيه 36 هدف من داخل منطقة الجزاء كان من واقع 175 تسديدة من داخل منطقة الجزاء الأهلي سدد 109 تسديدة من خارج منطقة الجزاء أحرز منهم 6 أهداف ده قبل المباراة دي وكنا بنتكلم مع كابتن نايمان حتى في اليورو وده ملاحظ أن عداد الأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى العالم والدوريات الكبرى قلت ليه قلت؟ علشان حراس المرمى فيه انتباه كبير جدا فيه بيواخد وضع كويس جدا بلس أن فيه تكتلات فيه ناس بتقفل لأن الموضوع مش سهل أنت تسدد وتيجي جول فنسب إحراز الأهداف من التسديدات من خارج المرمى بقت أصبحت قليلة وده ملاحظ حتى في اليورو الحال بقت في الكرة كلها علشان الناحة الدفاعية كمان مزبوط حتة السنبورت على الكرة ما بخلكش تشوت الحاجات دي كلها صحيح وبعدين عشان كتاكتكو حضراتكم بتشرحوا فني بقى بنشوف اللمسات بتاعت الفريق داخل منطقة الجزاء فعدد اللمسات بتاعت كل فريق داخل منطقة الجزاء وده دايما اللي كان بشير عليه تخل يعني دايما نقول لك أنا بقيس قوة الفريق من ناحية لجمية بعدد لمساته داخل منطقة الجزاء فنرجع للأرقام سريعا كابتن أيمن علشان نكمل بقى الشكل الدفاعي كان عامل إزاي خلاص التمريرات وشوفنا التمريرات المهمة كانت في التلت الأخير النهار ده الأهلي ما عملش اللونج بول بشكل كتير زي ما متعودين لأهلي بيوصل لחمسة وربعين وخمسين تمريرة طولية في المباراة الوحدة النادي طبعا طلع جيش ثمانية والتلاتين منهم ستاشر بشكل صحيح بدقة اثنين واربعين فيلمية النادي الأهلي النهار ده رقم أليل تلاتة وعشرين خمصتاشر منهم بشكل صحيح بدقة خمسة وستين فيلمية الكروزات النهار ده عند النادي الأهلي خمصتاشر منهم خمسة بشكل صحيح وده رقم يعتبر أليل يعني إحنا الكروسات النهاردة وإحنا عارفين الأسباب حضراتكم مشرحتوها وممكن تشرحوها تاني بالتفاصيل الكروسات نفسها واستغلالها اللي عندنا بعض المشاكل فيها الدقة 33% الركنيات النهاردة 10 ركنيات للنادي الأهلي مقابل 3 ركنيات لطلاع الجيش كسبنا الكرة النهاردة يعني الأرقام متقربة كسب السنايات نادي الأهلي النهاردة التحم كسنايات في 71 مواجهة أو مرة منهم 35 بشكل صحيح بدقة 49% ناحية التانية عند طلاع الجيش لأن دايماً الضغط كان عليهم وفي حالة طبعاً ما يستلموا الكرة كان فيه دايماً مواجهات وفي دايماً استخلاصات زي ما احنا شايفين وصلوا ل39 مرة بشكل صحيح بدقة 53% ده الشكل الدفاعي النهاردة وشكل طبعاً الكونتر برسنج اللي دايماً الأهلي بيعودنا عليه ولكن شكل الضغط مختلف المبركة كانت سهلة كبير المبركة كانت سهلة يعني فما شفناش فيها حاجات أجريسيف فيها أكتر في كسبه كورة أو استرجاع كورة بشكل كبير المباراة انتهت بدري انتهت بدري وكنا كانت الأرقام بتقول لنا كإنديكيتورز أو دايماً يا كابتن الأرقام بتقول لك بعض التنبؤات ممكن ما تكونش صح لأن في أرض الملعب 90 ديها بتقول حاجة تانية كانت الأرقام بتقول لنا أن الأهلي كان ممكن يكسب أكتر من أربعة النهاردة على الأرقام بتاع الطلاع الجيش وتحليلها طاهر النهاردة يعني يعتبر هو رجل المباراة يستحق يستحق طبعاً بغض النظر عن إضاءة ضربة الجزاء ولكن أرقامه النهاردة عمل تمريرات حاسمة واحدة وجاب جون وعمل أسست لمس الكورة 63 مرة التمريرات عنده النهاردة 43 تمريرة منهم 38 بشكل صحيح بدك 88% يعني أنت بص كابت اللمس الكورة 63 في التسعين ديها يعني أنت عندك وبعض الوقت هو ما لمست في الكورة بس معظم الوقت هو لمس في الكورة في التسعين ديها ده رقم برضو يحسب لطاهر النهاردة لأنه شفناه في النواحة الدفاعية كتيرة وانتحم عشر مرات كسب في كسب السؤانيات أو المواجهات السؤانية كسب منهم خمسة بشكل صحيح سدد على المرمى النهاردة خمس تزديدات منهم اتنين على الثلاث خشبات حتى التمريرات الطلية كان لمساهمات فيها سريعا عشان نترجم بعض الأرقام دي قبل المباركة كابت نايمن وحضرتك حتى لاحظناها أن نقاط الضعف عند فريق طلاع الجيش أنا أخذ عنوان واحد وحضرتكم طبعا بتكلموا بالتفاصيل العنوان اللي هو طبعا عدم الربط والتناسق ما بين الخطوط خط الوسط وخط الدفاع دايما في مساحات زوايا التمريرات مفتوحة حامل الكرة معلوش أي ضغوط بلعب الكرة بسهولة جدا بالرغم من هما متمركزين في نص ملعبهم يبدو أن هما اعتقدت زيادة عددية ولكن يعني تواجد بص اهو اهو ده كابتل بتكلم عليه بالزبط يعني بص شوف المساحات نقف بس نقف عشان نشوف الفجوة والمساحات المبين الخطوط وما بين اللعيبة يعني ما بين اللعيبة كابتل هنا معنا الكرة في حالة حاسة الكرة بص الفريق واقف ازاي؟ مساحة كبيرة جدا بتسهل على حامل الكرة احنا كان ممكن التحركة يعني فيه ثلاثة ناحية الشمال الثلاثة وفين جنب بعض لعبت الاهل مصبوط كان فيه فرص ان حد ينزل حد يروح على الشمال يعني يا حاداتكم طبعا هتشرح بالتفاصيل اكتر ولكن ده كانت من اهم نقاط الضعف عند طلاع الجيش بتسهل على الخصم ان هو يلعب الكرة بسهولة التمريرات هنا اللي بنتكلم عليها الاهل دخل منطقة الجزاء او التلت الاخيرة عند ناحية تاني بقى الشمال ناحية فاضية خالص فبالتالي هو القرارات ممكن الفينيشنج عندنا كان فيه استعجال ده الشكل العام لفريق طلاع الجيش برضو الامثلة تقررت كتير جدا نكمل كان بعض الامثلة بالشكل دوت كان عند الاهل فرص كبيرة جدا يعني ده برضو مثال تاني طبعا احنا عندنا الكونتر بريسنج استخلاص الكرة سريع بنرجع مساحات بقى وهنا عندهم سوف التمركس حتى فيه الضغط يعني الكرة هنا بوسا كابتن فيه مساحات ناحية اليمين لبالك كمان عندهم حاجة غريبة جدا عندهم بطء رهيب جدا في التحولات التحولات مظبور سواء من دفاع الهجوم او من هجوم الهجوم للدفاع مظبور بس انا طبعا الحالات الفانية مع حضراتكم ما هتكلموا عليها اكيد بالتفصيل ولكن ده العنوان اللي احنا كنا نربطه بالارقام ونربطه ما قبل المباراة ويعني 48 هدفة كابتن معادل تحديفي عالي جدا فالهج ينفرد كده يعني بقوة في النحية الهجومية في الرقم السلب اللي اتكلمت عليه في الكورسات الخمستاشر الخمستاشر النوم خمسة بزا ده رجع لعدم وجود هاني وعلي معلول سحيح هتلاقيه في كم الاوفرات هيبقى اقل والدقة هتبقى اقل علشان متمرسين اكتر من خالد اللي ما بلعبش بقاله فترة وكريم فؤاد اللي بلعب ناحية الشمال مش برجله الشمال علشان كده تلاقيه الرقم ده دايما لو رجعت ارقام الاهل المباراة اللي فاتت هتلاقيه اقل كتير وعتفضل وليلا لانك مش هتستخدمه كحادت كل سؤال ارد عحادتك بقى بحادة ايجابية يعني كريم فؤاد بقى بدأنا نشوف في اخر مبارايتين او تلاتة الدبل باصس مع السين الشاحات وبقى ويخش الاختراقات من العمق والقر على الارض ايو اه اه هو عدلته ولكن انت بتقلب معنا بشي ايجابي اكتر ما هو بيروح لامكانياته يعني علي معلول دايما او محمد هاني انت بص تلاقيه حتة الثقة في الكروس عندهم فبيروحوا للمكان ده هو مغمض او بيروح للمكان ده يعني هو بيشتغل عشان يوصل للمكان ده عشان يعمل كروس صح لكن انت لما بتكونش عندك الفينيشنج الصح فانت بتروح للمكان او اللعبة الاخرى اللي هي دبل باص تدخل على جوة ممكن ترجعها لتحت لكن مش تعمل اللي هو التمرز بتاع علي وهاني مظبوط كل التوفيق للناد اللي اعني بقى في المبارات القادمة ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا بذ شرفتنا ونورتنا شكرا كابتن وثامة اكمل افضل كامل انا وفتع عندي شكرا جزيلا بذ شكرا للمشاهدة